هذا وعاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني إلى البلاد مساء اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفد مملكة البحرين إلى اللقاء التشاوري الثامن عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ترأس سموه وفد المملكة إلى القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى سي فايف وكان سموه قد غادر المملكة العربية السعودية الشقيقة في وقت سابق عائدا إلى أرض الوطن